السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم اجعل عملنا صالحة واجعله لوجهك خالصة ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وما زلنا مع الصحابة الذين أسلموا من غير العرب ونحن نعيش في هذا اليوم لقاء خاص وهو مع الصحابة الأقباط وكلمة القبط إنما تطلق على أهل مصر نعيش الآن مع الصحابة من كنانة الله في أرضه مع الصحابة من بلاد مصر حرسها الله عز وجل وحفظها من كل شر وسوء في عام سبعة هجرية بعد صلح الحديبية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس المقوقس هذا هو كان حاكم الإسكندرية ويقال حاكم مصر وكان تابع للدولة البيزنطية الحقيقة التي نريد أن ننبه عليها في بداية الأمر أن المقوقس لم يسلم هناك كثير من من كتبوا في التاريخ بأن المقوقس أسلم لكن المقوقس لم يسلم وهذا هو الصحيح لكن المقوقس لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام له خطابه في عام سبعة هجرية أرسل المقوقس إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاريتين ومعهما رجل وأرسل بعض المال إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في هذا اليوم مع أول صحابية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي امرأة وهي السيدة ماريا القبطية التي أنجبت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس تعصبا لأهل مصر لكن الحق الذي يجب أن يقال أن في أهل مصر صحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماريا القبطية كانت من محافظة المينيا يستسمى في مصر بعروس الصعيد والمينيا الحقيقة دخلها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنوا فيها وهذا معلوم ومعروف أهد المقوقس إلى النبي عليه الصلاة ماريا كان أبوها عظيما من عظماء القبط من أهل مصر وهذا الذي ورد على لسان المقوقس نفسه يعني المقوقس هو الذي أقبر بأن أبوها رجل عظيم حتى يخبر النبي عليه الصلاة بأنها امرأة عظيمة ليست من أي النساء قصة الإرسال إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها ابن سيد الناس قال كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس مع حاطب بن أبي بلتعه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل حاطب بن أبي بلتعه وحاطب بن أبي بلتعه عرف بفصاحته وعرف ببلاغته وعرف بروعاته وكيف يخاطب كان الكتاب فيه ما كان يكتب إلى جل الملوك والأمراء من محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس قال عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن أبيت فإن توليت فإن عليك إثم القبط ثم فيه الآية التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لباقي الملوك والأمراء يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقول اشهدوا بأن مسلمون كتب يقول حاطب بن أبي بلتعه يقول إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى وهذه هي لماذا أرسل النبي حاطب انظر بعد أن قرأ المقوقس هذا الخطاب الآن كلام رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن كلام حاطب يقول حاطب بن أبي بلتعه كلاما هاما جدا انظر إلى فصحتي وانظر إلى بلاغتي وانظر كيف يقنع يقول حاطب إنه قد كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى يعني في مصر يعني فرعون فأخذه الله ناكال الآخرة والأولى فانتقم به ثم انتقم منه يعني انتقم به من أولئك الذين تبعوه وانتقم منه يعني ساعة الغرق فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك قال هاتي يعني قال له اعطني هذا الخطاب قال إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه وهو الإسلام الكافي بالله لما سواه إن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له اليهود وأقربهم منه النصارى انظر كيف يتقرب منه انظر كيف يدعوه كيف ينتقل كلمات التي من خلالها يستطيع أن يصل إلى قلب المقوقس قال هذا الخطاب وكان الخطاب طويل وكبير جدا بين حاطب بن أبي بلتعة وغير ذلك ثم بعد أن انتهى معه حاطب بن أبي بلتعة لم يسلم ولم يقتنع المقوقس بالإسلام لكن أرسل معه جاريتان مارية اللي هي مارية القبطية وأختها سيرين وأرسل معه رجل اسمه مأبور وأرسل معه بغلة وأرسل معه بمئة دينار وخمسة أثواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة هامة جدا حتى تنهي الخلاف فيما يتعلق بالمقوقس أسلم أم لم يسلم قال صلى الله عليه وسلم ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه يعني خاف على ملكه مع أن هذا الملك لن يبقى وهذا الملك لن يدوم وهنا ننبع على مسألة هامة جدا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس وفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي كثير من محافظات مصر دخلها الإسلام دعوة المحافظة الوحيدة التي دخلها الإسلام بالجهاد بالقوة كانت محافظة الأسكندري وهنا نبقى مع مسألة مهمة جدا هل مارية القبطية هي التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام هي من إمائه أم من أزواجه لأن هذه مسألة اختلفوا فيها والحق أن مارية من إمائه صلى الله عليه وسلم وليست من أزواجه يقول ابن القيم رحمه الله وكان النبي عليه الصلاة والسلام له أربع إماء وذكر منهم مارية القبطية رضي الله عنها فمارية لا نستطيع أن نقول إنها من أمهات المؤمنين لكن مارية هي من إمائه صلى الله عليه وسلم وهي أم إبراهيم وهي المرأة الوحيدة التي أنجبت للنبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة رضي الله عنها يعني تكريم الله عز وجل لمارية تكريم الله عز وجل لأهل مصر أن مارية هي المرأة الوحيدة التي أنجبت للنبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة وأنجبت له إبراهيم عليه الصلاة والسلام حملت به ومات بعد سنة وثمانية أشهر وثمانية أيام تماما وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم موقف مشهور ومعروف وقيل له يا رسول الله أتبكي فرد عليه الصلاة والسلام وقال إنها رحمة إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراق يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا من يرضي ربنا إن لله وإنا إليه راجعون مكانة مارية ترتبط بمكانة مصر قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو ذمة وصهرا انتبهوا وقال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم نسبا وصهرا النسب هذا من جهة هاجر أم إسماعيل عليه السلام والصهر من جهة مارية القبطية رضي الله عنها مارية نزل في حقها سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فهذه منزلتها تخلد إلى قيام الساعة حتى بلغت منزلة مارية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنها لما ماتت جمع الناس وصلى عليها ودفنت بالبقيع فرضي الله عنها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصل اللهم عن المحمد وآله والحمد لله رب العالمين والفؤاد يقود